افتتح وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء صام حبرش الكثيري بسيئون ورشة عمل لمناقشة تدخلات مشروع المساعدات الغذائية مقابل الأصول والتدريب الذي تمويله ضمن برنامج سبل العيش برنامج الأغذية العالمي وتنفذه المؤسسة الطبية البيدانية وخلال الافتاح عبر الكثير عن اعتزاز السلطة بشراكة الفاعلة لمنظمات المجتمع المدني باعتبارها أحد أضلاع التنمية المحلية دعين المنظمات المانحة إلى إلاء وادي حضرموت اهتماما أكثر في المجالات الإنسانية والتنموية كونها تحتضن الكثير من الأسر النازحة من مناطق الصراع وبدوره أوضح مدير المشروع أحمد سليمين بن عزون إلى أن المشروع الذي يستمر ستة أشهر يستهدف سبع مائة فرد بمدير يتساه شرق وادي حضرموت منهم مائة فرد في تدريب محول أمية والجوانب المهنية والحرفية فيما ستمات فرد سيتم إشراكهم في تنفيذ أعمال تأهيل قنوات قنوات الري وحماية الأراضي الزراعية من الإنجراف قدوميت تتاسين لذلك يمكن أن ن نتحن المو recuer алinya في يقوم التأهاية سالها وhrlichبؤول وتعزه ثقبت عندما أخبرتنا هناك بعض tener قسمات الزراعية الزراعية من الأ pairedكم الدولة